اختيار المحتوى تعتبر عملية اختيار المحتوى الدراسي في المنهج المدرسي لأي صف دراسي أو في أي مرحلة علمية عملية صعبة وليست سهلة بالنسبة لمخطط المنهج المدرسي فكل مادة دراسية نجدها تتضمن عدداً كبيراً من الموضوعات كما أن كل موضوع يتضمن أفكار الرئيسية وأخرى فرعية هذه الأفكار تحتوي على معارف ومفاهيم وحقائق مبادئ ونظريات وغير ذلك تجعل اختيار المناسب منها لتحقيق الأهداف المحددة أمراً صعبة لذلك تمر عملية اختيار المحتوى بالخطوات التالية الخطوة الأولى اختيار الموضوعات الرئيسية وهذه الخطوة أول مهمة في عملية اختيار المحتوى يقوم بها وضع المنهج الدراسية كما أن هذه الخطوة لا تتم بناء على تفضيل لموضوع على آخر بل يجب أن تتم على مدى ارتباط هذه الموضوعات وتسلسلها ومناسبتها الأهداف وتظهر فيها طبيعة المحتوى والمحاور التي ينبغي أن ندرسها الطالب على أن تكون هذه الموضوعات مناسبة للوقت المقصص لها في العملية التعليمية الخطوة الثانية اختيار الأفكار الأساسية وفي هذه الخطوة تتم عملية اختيار الأفكار الأساسية التي يجب أن يتضمنها كل موضوع فهذه الأفكار تعتبر الأسس المكونة للمادة الدراسية ومن ثم ينبغي أن تتضمن المعلومات والمعارف الضرورية والتي يجب أن يدركها المتعلم إدراكا كاملا الخطوة الثالثة اختيار المادة المتصلة بالأفكار الرئيسية بعد اختيار الأفكار الرئيسية للموضوع تبدأ عملية اختيار المادة المتصلة بكل فكرة أساسية ويجب أن تكون المادة المختارة مثالا صادقا ومعبرا عن الفكرة الأصلية كما أنه ينبغي أن ترتبط بها ارتباطا منطقيا ويجب اختيار عينة المادة التي ترتبط بأكبر عدد ممكن من الأهداف وتفي أيضا بحاجات البيئة المحلية كما أنه ينبغي أن تناسب ميول المتعلمين واهتماماتهم أكثر من العينات الأخرى للمواد الأخرى ترجمة نانسي قنقر